بدورها أكدت أن كلوديا روزباخ المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهبيتات أن القاهرة مدينة عريقة تزخر بالطراثة وأوضحت روزباخ أن الأمم المتحدة اختار تنظيم المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة من أجل التحدث مع الحكومة المصرية حول فرص التنمية المستدامة هذا المنتدى يقام في القاهرة بلد التاريخ وأيضا بها قوة الماضي والحاضر والمستقبل فإنه بالتأكيد هي عودة مرة أخرى للمنتدى إلى أفريقيا لأول مرة منذ أول منتدى في نيروبي في عام 2002 فهناك التطور ومناقشة التطورات الحضرية فإن هذا هو الحدث لأمم المتحدة لمناقشة ميثاق المستقبل الذي اعتمدته الجمعية العامة لأمم المتحدة في سبتمبر 2024 فإن المنتدى الحضرية العالمية هو بالتأكيد تحالف كبير للتحول وأن هذه رؤيتنا فلابد أن نتغلب على مشاكل الإسكان وأن يكون هناك وإجاد حلول للتحديات التي نواجهها مثل الفقر والصراعات وبالتأكيد يحتاج إلى تعاون كبير بين أصحاب المصلحة المتعددين وبالتالي لابد أن ننخرج جميعا في دفع وتطبيق الخطة التنمية الحضرية المستدامة ترجمة نانسي قنقر